أقامت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداس عيد الميلاد إعلاناً بانتهاء الصوم وشهدت مراسم قداس عيد الميلاد حضوراً كثيفاً من المحتفلين لتبعث رسائل سلام للعالم أجمع السلام لجميع الدواء بهذه الروح الاحتفالية التي تتزين بالأضواء وأشجار عيد الميلاد والشموع ومع دقات أجراسي كنيسة السيدة العذراء مريم الإستريان الأرسوزوكس بيوم رابع والعشرين من ديسمبر أقيم قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر ومعه ينتهي صوم الميلاد نحن من مصر أرض الأحرامات الشامخة والتراب المبارك اللي بيمر في النيل العظيم نقول نحن أبناء السلام نحن أولاد التعايش والمسامحة بكل أطياف المجتمع المصري من مسيحين ومسلمين بكلمات الشكر والصلوات أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السريانية وسط حضور كبير للشعب والمهنئين مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين المصلين والمطاهرات والنظفة العامة فيما يأتي القداس بعد عشر أيام من الصيام لأبناء الكنيسة السريانية كل رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ورسالة حب أتمنى من قلبي كل السلام لبلادنا الحبيبة وللرئيس البلاد الرئيس العظيم بحب الفتاح السيسي لمحبته وتهنئته العظيمة لكل رؤساء العالم فالكنائس في مصر تختلف في احتفالتها بعيد الميلاد المجيد بين التقويم الشرقي والغربي فتحتفي الكنيسة الكاثوليكية في الخامس والعشرين من ديسمبر بفارق ثلاثة عشر يوماً عن الكنيسة الأرثوزوكسية التي تحتفي في السابع من يناير المقبل اشتركوا في القناة